وكانت جرت في مجلس النواب اليوم انتخابات لاختيار رؤساء اللجان النيابية ونواب الرئيس والمقررين لكل لجنة وقد شهدت الانتخابات في عدد من اللجان اختيارات تمت على أساس التوافق والتسكية في استحقاق يأتي وفق النظام الداخلي لمجلس النواب اختارت اللجان النيابية اليوم رؤساءها ونوابهم ومقررين لها في انتخابات شهدت اختيارات بتوافق والتسكية في عدد من اللجان النائب حسين القيسي فاز برئاسة اللجنة القانونية بالتسكية كما فاز النائب احمد الصفضي برئاسة اللجنة المالية بالتسكية ايضا اما لجنة الاقتصاد والاستمار ففاز برئاستها النائب خير ابو صعيليك وفاز برئاسة لجنة الشؤون الخارجية النائب رائد الخزعلي كما فاز النائب مصلح الترامن رئيسا للجنة التربية والتعليم والثقافة بالتسكية وتم التوافق داخل كتلة الريف والبادية على ترأس النائب محاسن الشرعة للجنة وفي اللجنة الإدارية فاز النائب مرزوق الدعجة بموقع الرئيس وفاز بموقع رئيس لجنة الزراعة والمياه النائب خالد لحياري بعد أن تساوت الأصوات بينه وبين زميله كمال السقول حيث توافقت اللجنة بعد ذلك على اختيار لحياري النائب محمد هديب فاز برئاسة لجنة الشباب والرياضة بالتوافق وفاز برئاسة لجنة الطاقة النيابية النائب هيثم زيادين كما فاز بالتزكية برئاسة لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النائب عواد الزوايد وفاز برئاسة لجنة السياحة والأثار النائب وصفي حداد كما فاز برئاسة لجنة الخدمات العامة والنقل النائب حسن العجرم لجنة التوجيه الوطني فاز برئاستها النائب عبدالله عبدات فيما فاز برئاسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النائب ريم أبو دلبوح وفاز برئاسة لجنة النزاهة والشفافية وتقص الحقائق النائب زيد الشوابكي وانتخبت لجنة الصحة والبيئة النائب إبراهيم لبدور رئيسا كما انتخبت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النائب خالد الفناطس رئيسا بالتزكية النائب يحيث سعود فاز برئاسة لجنة فلسطين بالتزكية فيما انتخبت لجنة النظام والسلوك النائب محمود عمات رئيسا لها